رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الحضور الكريم باسم رجال الجيش الثاني الميداني شرق وغرب القناة أرحب بسيادتكم بإحدى قلاع العسكرية المصرية جيش النصر أو الشهادة جيش التضحية والفداء هذا الجيش الذي شرف بخدمة سيادتكم من ردبة الملازم حتى قائداً لإحدى وحداته العريقة السيد الرئيس نحتفل اليوم بتشريف سيادتكم للصفاف المعدات الهندسية استعداداً للتحرك إلى سيناء لبدء تنفيذ خطة التنمية الاستراتيجية بعد أن تعرضت مصر على وجه العموم وسيناء على وجه الخصوص لهجمة إرهابية شارسة تصدت لها قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتها المدنية على مضار عقد من الزمان وبحكم مصرح العمليات كان الجيش الثاني الميداني مدعوماً بكل قوة من القيادة العامة لقوات المسلحة والأفرع الرئيسية والقوات الخاصة المصرية حتى إتمام التغلب على الإرهاب وتطهير سيناء الحبيبة من دنسه وبراصنه وخلال هذه الحقبة من عمر الدولة المصرية ضرب المقاتلون أروع الأمثلة في البطولات والفداء وسطروا بدمائهم وأرواحهم ملاحم المجد والشرف فمنهم من قد نحبر ونال شرف الشهادة بإقدام وعزة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل وفي خضم مرحلة قتال الإرهاب الغادر وفي إطار توجهات سيادتكم بتأمين المشروعات التنموية المخططة وبدفعة قوية وصادقة من القيادة العامة لقوات المسلحة وأجهزتها وأفرعها الرئيسية ضرب رجال الجيش التاني ميداني أروع الأمثلة في تأمين الشركات المدنية العاملة في المشروعات التنموية إلى جانب مهمتهم الرئيسية في قتال الإرهاب مما كان له أكبر الأثر في إنجاز تلك المشروعات التي ما كان يمكن تحقيقها إلا من خلال توفر عاملان أساسيات وهما رؤية الدولة متمثلة في قيادتها السياسية المستنيرة وقوة الدولة متمثلة في قواتها المسلحة القادرة السيد الرئيس بعد إلقاء كلمة مصر في الدورة الرابعة والسبعين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2019 والتي أوضحتم فيها للعالم أجمع عدم التركيز فقط على الإرهاب والإرهابيين وما يفعلوه وينفزوه من ضمار وتخريب للشعوب والأمم وغض النظر عن من يدعم ويمول ويدرب ويمد بالسلاح وتوفير الملازات الآمنة والمنابر الإعلامية لقد لمسنا مرضوط كلمة سيادتكم بأنفسنا بما يدين القتال وتأثيرها الواضح على نتائج الأعمال للقوات بمسرح العمليات وحققت تلك النتائج بفضل الله سبحانه وتعالى وتضحيات المخلصين من أبناء ورجال القوات المسلحة الأوفياء ودماء الشهداء الأبرار وأصبح كما أعلنتم سيادتكم من عدة أيام بأن الحرب أصبح في ذاكرة التاريخ السيد الرئيس رغم ما تحقق على أرض الواقع في جميع ربوع مصر من مشروعات عملاقة يشهدها العالم شرقه وغربه والتي كانت تصابق الزمن وعلى قدر ما شهدناه من فكر هؤلاء الإرهابيين وما كانوا يخططون له لم يكن أبداً مقتصراً على هذه الرقعة من أرض سيناء الحبيبة بل كان يهدف للتمدد والانتشار في جميع أنحاء مصر ومحيطها الخارجي فكان القضاء على الإرهاب هدفاً استراتيجياً وضرورة ملحة لتحقيق تلك الطموحات والآمال إن رجال الجيش الثاني الميدان وجميع القوات المشاركة في أعمال القتال بزلوا الغالي والنفيس من أجل تحقيق مهمتهم وما زالوا حتى الآن يقومون بتطهير الأرض من بقايا العبوات الناسفة لتأمين حركة التنمية التي نحن بصددها اليوم وكذا توفير متطلبات الحياة الطبيعية لأهالي سيناء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اسمحوا لي سيادك أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لأبطال الجيش الثاني الميداني وكل من شارك معهم على ما بزلوه من جهر وما قدموه من دماء فالمجد للشهداء الأبطال عاشت قواتنا المسلحة حصن الوطن والمواطن الدرع والسيف وتحيى مصر قوية بأبنائها عزيزة بإمكانياتها أبية بقدراتها آمنة مستقرة بجيشها تحت قيادتكم الرشيدة والسلام عليكم ورحمة الله واركاته